اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الامة الاثنى عشر انا اتحدى ان يأتي برواية واحدة والان يريد الاف من الامة المعصومة تقضع في كتبهم واما ابن مسعود لما تكلم من الذي يحترم الكتاب والسنة من الذي جمع الكتاب والسنة هذا قرآننا واحنا نقول لها مرارا ونعيدها ونكررها اهل السنة جمعوا القرآن اسانيد القرآن عندنا نحن جمعنا اسانيد القرآن الصحابة الذين ارتدوا الصحابة الذين اخذوا الخلافة من علي وارتدوا بذلك كما قال انقلبوا على عقابهم هؤلاء صح هم الذين نقلوا هذا الكتاب الكريم فليأتي الشيع بقرآن اخر غير هذا نقله ائمتهم القرآن من نقل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقلت القرآن نحن نقلنا تواتر القرآن من جهة اهل السنة وقد طلبت منهما ان يأتوا برواية واحدة عن امام معصوم تقولوا بعدم التحريف والى الان لم يأتوا ولن يأتوا برواية واحدة تقولوا بعدم التحريف وذكر علماؤهم اه لا الروايات التي تقولوا بالتحريف كذبا وزورا عن الامر رضي الله عنهم حتى قالوا انها متواثرة وانها مستفيدة ولا داعية للبحث في اسانيبها بالنسبة للقول بتحريف القرآن في بعض علماء الشيعة يقولون انه حدث في القرآن تحريف يعني حذفت منه بعض الايات ويقولون انه في ايات وضعت في غير موضعها بالنسبة لوضع ايات في غير موضعها اكثر علماء الشيعة يقولون اذا نستطيع ان نقول بوضوح انه هناك كل من علماء الشيعة يقولون بانه انقصت ايات من القرآن انقصت ايات من القرآن انقصت ايات من القرآن فالقرآن الذي هو القرآن الصحيح الكامل الذي لا الذي لا تغير له هذا عند امير المؤمنين صار عند امير المؤمنين ثم اثل وراثة الانبياء مواريد الانبياء تورثه مثلا الحسن عليه السلام ثم الفجر الان عند امام من منتظر ادل الله وقرجه وارباه نافذان فالقرآن علمه فاذا ظهر يظهر هذا القرآن فاما هذا القرآن الذي اضم بين ايدينا هذا القرآن محترم لكن فيه تغير بعض العلماء قالوا ناقص قالوا انه كل من القرآن ناقص هذا البقية هذا اللي يتألم باليام هذا اللي في الدين هاني عقدتنا هاني عقدتنا هاني عقدتنا هاني عقدتنا ولكن لكي نجدد العهد بالولاية لسيدي ومولاي امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه والله والله ومشهد على محمد وعلي محمد فعندما نزلت الاية يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك في علي وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون